السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وملكفة بقسم الفياب المتأكوزاتيب الأفعال اللي بتاخد حالة المفعول به أول فعل عندي هون بغوغن يعني يسكن أو يهدى بيجى دائما معه أكوزاتيب المثال يعني هي عم تهدى أو عم تسكن الابنة اللي عميبك هون صارت يعني بالعربية يعني تصير هي تهدى طفلها الباكي هون فاينندس معناتها انو الباكي هون لان اجت ياس بالأخير لانو الكندس بتاخد الارتكل دس وهون اليا شفنا انو أكوزاتيب ما حطينا للضمير الملكي شي زي بغوغت هي هي تهدى طفلها الباكى LO يعني عم تهدى ابنا اللي عم يبكى أمام الفعل الثاني بيش غايبن بيش غايبن يعني يشرح أو يعني يوصف بالأحرى دائما بتيجي لما الواحد بدي يكون عم يعمل فحص يعني ما رأت بحوصة كان دايما انو تجي صورة يقول لك بيش غايب مزي داس فوتو يعني وصوف الصورة شو شايف الصورة بيجي دايما مع الفعل اكوزاتيب بايشبيل ايش بيش غايب دي دويتشي غراماتيك ايش بيش غايب يعني انا عم اوصيف دي دويتشي غراماتيك انا عم اوصيف القواعد الالمانية يعني هلا انا هذا الشيء اللي عم يسويه انا عم اوصيف هون ايش بيش غايب دي دويتشي غراماتيك انا عم اوصيف القواعد الالمانية تمام شفنا هون انو دي ما اجت بالذاتيف او النوميناتيب اجت بحالة الاكوزاتيب دي دويتشي غراماتيك انا عم مشرح القواعد الالمانية فعل الثالث بزيشتين بزيشتين يعني يتفقد او يعاين طبعا هذا الفعل دايما منشوفه لما الواحد بده يشوف شقة جديدة او يعني قدم طلب لانو يسكن بشقة جديدة دايما بيبعتولو مثلا صاحب الشقة او يعني السمسار بلو بيلادن ويلادن سي zu einem بزيشتغungستermين ein يعني نحن عم ندعوك لا موعد تفاقد بزيشتغungستermين هو موعد تفاقد هون بزيشتغن يعني يتفاقد دايما بيجمعو اكوزتي هون مثال زي بزيشتغن دي وونون زي بزيشتغن دي وونون يعني حدا عميساني ورن فاعتك بلو زي بزيشتغن دي وونون يعني هن عم ندفاقدو الشقة هون شفنا انو دي وونون اكوزتي زي بزيشتغن دي وونون يعني هن عم ندفاقدو الشقة مثال اللي بعدو مثال اللي بعدو هوي بزيزن بيزيزن يعني يمتلك أو يعني حازة وبتيجي دائما أنه بالأحرى يمتلك بيجي معه أكوزاتيف مثال دو بيزيزت أين شاف سين دو بيزيزت أين شاف سين دو بيزيزت يعني أنت تمتلك أين شاف سين شاف سين هي يعني البصيرة أو الفطنة أو يعني بالأحرى حد الزكاة هاي شاف سين دا شاف سين يعني حدة الزكاة هون دو بيزيزت أين شاف سين يعني واحد يعني أنا مهموم ومدرش أو يعني عم عم فكر بشي وهو هذا لأ الحل يعني بلمح البصر بقلو دو بيزيزت أين شاف سين يعني أنت عندك حدة زكاة قوية كتير شاف سين حدة زكاة يعني بالأحرى يا محمد مأزكار المثال اللي بعده بشتل بشتل يعني يطلب أو طلبة هذا الفعل دايما نستخدمه لما نطلب شيء من الإنترنت تقول إيش بشتل يعني أنا عم نطلب شيء أكوزاتيب بيجي دائما معو مثال بشتل يعني نحن عم نطلب كتاب جديد داس بوخ ونجيت أين لأنه أكوزاتيب والصفة بالأكوزاتيب مع داس من ضيف اي اس نعم؟ فاللي بعده فاللي بعده هو بشتمن بشتمن يعني حكما أو قرر بيجي دائما معو أكوزاتيب مثال بيجي دائما معو أكوزاتيب بيجي دائما معو أكوزاتيب بيجي دائما معو أكوزاتيب هو النائب الشخص البنوب عن حدا هذا اسمه فيتغيتا وهون هذا المدير قال لهم يعني مثال إنه للعمال أو للمين ما كان يعني قال لهم إنه مين بتكون آم تاخده إنه مثلا نائب عليه يعني بتكون مثلا فلان أو فلاني بيجوا هني مثلا بيقرروا إنه فلان نحنا بدنا فلان يصير النائب بغيابة هون الفعل صار إنه نحنا قررنا إنه هو يصير النائب تبعنا بيجي دائما معو أكوزاتيب يعني نحنا حكمنا على إنه هو النائب تبعنا بيجي دائما معو أكوزاتيب شفنا هون إنه إيجيت بالأكوزاتيب إيه هم هي إيه بس بالأكوزاتيب بتصير إيه الفعل دي بعده الفعل دي بعده هو بيزوخن بيزوخن يعني يزور بيجي دائما معو أكوزاتيب مثال يمست ايغن بغودة بيزوخن يمست ايغن بغودة بيزوخن يعني أنتو لازم تزوروا أخوكم يمست شفنا هون إنه الفعل متعدي سحب الفعل الأساسي لآخر الجملة ورجعه للتصريف الأساسي يعني للتصريف الانفينيتيب وهون ايغن ايغن لأنه هون عادي على إيه ضمير الملكي تبع إيه بيصير ولأنه أكوزاتيب صار ايغن و ايغن لأنه لبغودة ديع و ديع لنا بالأكوزاتيب منضيف لضمير الملكي أو للأداة النكرة اي ان يعني دين يمست ايغن بغودة بيزوخن انتو لازم تزوروا أخوكم الفعل دي بعده هو بتغيغن بتغيغن يعني يخدع أو يحتال بيجي دائما مع أكوزاتيب وهون مثال زي بتغوك إيه مت زاينم فروند يعني هي خدعتو لألو إيه هو زي هي بتغوك خدعتو هون شفنا انو ايجا بال هذا المثال بالماضي البسيط بالبغتغيتون زي بتغوك إيه مت زاينم فروند يعني هي خدعتو مع أرفيقو دي فروند ولأنه مت هون صارت زاينم نضيف للأرتكل اي ام بحالة الجر وهون إيه بحالة الأكوزاتيب ايجا مثل هون زي بتغوك إيه يعني من خدعته هي خدعتو إلو أو يعني مشال ما يكون إنو هلا إنو المثال شخصي فينا نقول مثلا إيه بتغوك زي مت إيغاغ فروندين يعني هو خدعتو مع صديقتو إيه بتغوك زي مت إيغاغ فروندين على بنها الجملي بدان ما هي خدعتو صار هو خدعتو مثال اللي بعدو بتسال يعني يدفع بيجو دايما معو أكوزاتيب إيه كنت دي غشنونك نشت بيتسال إيه كنت هون الفعل بالبغتغتم فعل كن صار إيه كنت هو لم يستطع إيه كنت لم يستطع دي غشنونك الفاتورة نشت بيتسال هو لم يستطع أن يدفع الفاتورة أو يعني بالأحرى هو ما قدر يدفع الفاتورة هون كنت سحب الفعل لاخر الجملي ورجعه للتصريف الاساسي اللي هو الانفينيتي هون طبعا هاي بل بغتغيتهم اخدناها كمان بدروس ماضي بدل ما نقول انه يعني هو ما بقدر يدفع الفاتورة صارت اي كنت هو ما ادر يدفع الفاتورة بل بغتغيتهم المثال الاخير المثال الاخير هو دغين يعني يبرم او يفتل يعني بالاحرى او يدور بيجي دايما معه اكوزاتيب مثال دغين دي موزيك بتيل لايزا طبعا هادا المثال بنستخدمه دايما لما بيكون واحد مشغل مجموعة صوت ومعلص صوت يعني بيجي واحد بيقل له او انا بقل له يعني اذا الصوت عارب بقل له دغين دي موزيك بتيل لايزا يعني فتول هالموسيقى لانه نعرف نحن انه دايما مجموعة الصوت في دولاب هاد الدولاب بننفت له لحتى نهدي الصوت تمام اما لما بيكون واحد مشغل مثلا بالموبايل بقل له ماختي موزيك بتيل لايزا يعني هدي الصوت اما لما بيكون هون مجموعة صوت عند او شي يعني بدك تفتل حتى تهدي الصوت هون تستخدم الفعل دغين دي موزيك بتيل لايزا يعني هدي الصوت من فضلك تمام هذا كان كل شي بيتعلق بدرس اليوم بتمنى ان استفدتم للدرس وبشوفكم بخير ان شاء الله في دروس الجاي في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة